خلوني أنتقل بكم إلى التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بترحب بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد وبتأكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الإعلان ده دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار بجهد وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية اللي قدرت إنها تبسط الأمن في ربوع هذا الوطن إحنا معنا مين من التنسيقية يا جماعة نحاول معانا سيادة النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زميلتنا العزيزة أهلا بك يا أميرة أهلا يا صديقي إزايك عامل إيه؟ إيه أحوالك مسائل فل كله بخير كله تمام؟ الحمد لله يعني أنا قريت جانب من البيانة اللي أصدرتوك تنسيقية شباب أحزاب وسياسيين حول قرار الرئيس النهاردة لكن أنا عايز أسمع المنطلقات بتاعة حضراتك أعضاء التنسيقية طبعا يعني أنا أتكلمك الأول بشكل شخصي لأنه يعني وأنت الزميل البرلماني أنت عارف أنه البرلمان كان مش من وقت طويل أو يلسه موافق على تمديد حالة التوارئ وأنا والحزب المصري الديمقراطي كنا من رافضين لهذا التنسيق فأني هأتي المهاردة الرئيس يتحدث عن إلغاء مات حالة التوارئ بما يوافق يعني ما عرضته فأنا في سعادة بلد ثانية واحدة عشان أنت قلت كنت أنا وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي رافضين لهذه الحالة صح كده؟ طب ده كده المعارضة أكتر من ثلاثة أميرة لا المعارضة أكتر من ثلاثة دعاكيش نحن كده بس بنكايد ضياء على الهو سلامات لديقوة لكل المعارضين وإحنا نهاردة في لحظة وصلنا لها كلنا الحقيقة يعني الفصل الأعظم فيها للشعب المصري قولاً وحداً لأنه لولا الوعي ولولا التحمل لفترات عصيبة جداً والضغوطات اقتصادية مهولة ما كناش النهاردة هنقدر نبقى قصين عند الهوطة دي ولازم الناس نفرح ولازم الناس تدرك أنه لا ده قرار مؤسس ومصلي ويترتب عليه حاجات كتيرة جداً وهي ماستعيش الناس لأنه يعني ده دليل على استقرار البلد دليل على استقرار البلد وأي أمارة بهذا الشكل هتجيب استثمارات هتجيب يعني حياة أفضل وفرص عمل أكثر يعني بس من اتصار النظر يعني كمان إلى جانب من اتصار النظر طبع إلى جانب الدلالة السياسية الأمة جداً والمؤسسة فيه دلالات اقتصادية واجتماعية ونواية حسنة ويعني انتراجة تخص حقوق الإنسان في هذا البلد مصر هي لألزمت نفسها باستراتيجية أصدرتها تنفسها في خلال 500 آه ده رأرى المشهد ده الحقيقة بكل إعجاب وبكل سعادة يعني طيب أميرة يمكن انت قلت الوقت كلام مهمة أوي 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 عاوز أخذ منه شوية حتة كده لناقشها ولو حتى في السريع على الواقف زي ما بيتقال كتير جداً كنا بنقعد نتكلم كنواب أو كزملاء أو مهتمين بالعمل السياسي أنه يا جماعة احنا لمسين أن فيه استقرار اقتصادي وأمني وسياسي غير مسبوك في البلاد فلماذا تمدد حالة الطوارئ الآن خلاص تم إلغاء هذا التمديد انت بقى ذكرت حاجة مهمة جداً قلت أنه ده لي أو بالأصح يشير إلى الكثير من الأمور وسوف تكون لي الكثير من النتائج زي إيه يا أمير؟ زي أنه أنا يعني طبعاً طبعاً أنت عارف حالة الطوارئ مصر يعني في أوقات قليلة جداً ما كانتش فردها يعني بقى لنا فترة طويلة جداً في حال الطوارئ مستمس فده دلالة حقيقية على أنه فيه مساحة أوسع لأمن واستقرار ضاردين في الأرض يعني النهاردة ما أعتقدش حد بيمشي السارع غير آمن فاكل ماء وبأخر فيه شهر عام بالأمن ده كان مهم جداً جداً فيه مشاريع بمليارات الدولاراش بتحصل بطول مصر وعرضها ده دلالة ثانية كبرى على أنه خلاص إحنا عبرنا وقت أسود وشديد ومحن حقيقي واللي تحمل كانوا الناس تحملوا بوت عيسهم وتحملوا بجمعهم وما حدش يقدر ينسى اللي راح في كل سكة السنين استعبت بالذات الأوقات اللي تلت يعني اللي تلت 2011 واضطرابات الوزعة اللي شفناها في الثلج وحكم أسود عصرنا فعلشان نبقى المهاردة بهذه السرعة في ممجزات حقيقية صحيح لسه لسه مش كل المواطنين لمسوا هذا الممجز لسه عندنا ملسات زي الصحة والتعليم كلنا لازم نشبس أكيد بس أن أنا النهاردة بقول أنا مش محتاج طوارق أنا بشيل أي مسوق قانوني لأي حالة من الترقب حالة من الخوف حالة من التوتر أنا بشيل كل هذا الأمر وبشيل مسوقه القانوني من أصله فلا ده مهم طيب توقيت القرار يا أميرة أنا بشوفه توقيت مهم جدا الرئيس أصدر هذا القرار وفي نفس الوقت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موجود في فرنسا وبيبحث ملفات مهمة جدا وفيها جوانب اقتصادية شديدة الأهمية لما أنا بلغي مد حالة الطوارق في المطلق ده معناها أن أنا بدي حالة من حالات الطمأنة الشديدة سواء إذا كان الاستثمار المحلي أو الاستثمارات العربية ما بحبش يسميها استثمارات أجنبية على الإطلاق وإن كانت في الاقتصاد تعتبر أجنبية لكن وحتى الاستثمارات الأجنبية اللي بتجلنا من أوروبا أو أمريكا إلى آخر فأنا بطمن كل الناس صح كده؟ أنا استعليت كلامي بأنه أنا قريب وأنا بقرأ بشكل أوتوماتيكي يعني ربط في ذهني ده بأثر على الاقتصاد إحنا في عرض كل مستثمر يضخ خلوص هنا في عرض وضائف أكثر علشان الشباب ده يلاقي مستقبل أحسن علشان الأثر تشعر فعلا أنه ما عنوه في السنين اللي فاتت ليه مرضوض وليه أثر ويعني تحملوا علشان حاجة تحصل ليهم والأجيال القادمة صحيح 100% ده طبعا ليه الاشتباط وطيق وأثر هيبقى ملموس إن شاء الله على حال الاقتصاد المصري وعلى حاجات كتير يعني أنا وأنا حاسة كده أنه لا خلاص بلس ليش حال التوارئ وطبعا مش كل الناس كانت تعرف يعني المؤسسين بالشعل ده يمكن مش كل الناس كانت عرفة ده قرار الرئيس النهاردة وإرجاعوا الفضل للشعب ده كمان مهم يعني ده بيقول للناس بيها رسالة طبعا رسالة دي كمان يعني جملة بك تبتعت بفضل شعبها العظيم ده جملة مؤسسة صحيح إنه الفضل في هذا يرجع المقام الأول لكل الشعب المصري الذي تحمل بمنتهى الوعي فترات شديدة الصعوبة مظبوط مية في المية أنا بشكور جدا 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 أميرة كل الشكر للنائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية